لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرز الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول بول طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والسنوية كمان ان شاء الله عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متأسما لوحدها تقدر توصل لاي فيديو بسهولة وما تنساش تتبعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة زيكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج Discover Primary 3 او الصف الثالث الابتدائي Term 2 Term الثاني والنهاردة هنكمل شرح Chapter 1 لاخره اللي هو Patterns of Change Patterns of Change او انماط التغيير وطبعا الناس اللي سألتنا احنا بنشرح من كتاب ايه احنا بنشرح من كتاب جيم اللي هو الأضواء Discover Term الثاني لانه هو ملخص وشارح المعلومة بشكل مبسط فانا سايب لكم اللينك بتاع تحميل الكتاب PDF في الصفحة بتاعتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك تقدروا تحملوه لو هو مش موجود عندكم ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النهاردة لسه بنكمل الشرح بتاع الشابتر الجميل ده واحنا بنتكلم عن الادابتيشن الادابتيشن او التكيف ازاي الادابتيشن او التكيف بيسعدنا ان احنا نبقى survive او نبقى احياء وازاي نقدر نعيش في الـ environment اللي حوالينا بشكل احسن طبعا النهاردة بنتكلم عن حاجة اسمها الـ blubber blubber او الشحوم ازاي البلابر او الشحوم بتساعدنا ان احنا يبقى عندنا adaptation او تكيف مع الـ environment اللي حوالينا وزاي بتخلينا نعيش بشكل افضل in any environment we will have فطبعا lesson 6 blabber blabber او الشحوم فانا بيقول لنا adaptation التكيف of traits الخاص بالصفات الموروسة in animals في الحيوانات and plants والنباتات is a slow steady process هو عملية سبتة وبطيقة بتحصل ببوت شديد في الاجيال المتعقبة يعني مثلا كل جيل بيورس صفة معينة للجيل اللي بعد منه وتفضل الصفة دي تتورس لمئات السنين ممكن لألاف السنين ممكن لمئات ألاف السنين علشان يفضل النبات او الحيوان ده موجود في ال environment دي بشكل احسن ويفضل عايش فبيقول لك ان هي slow يعني بطيقة steady process عملية سبتة that may take hundreds اللي هي ممكن ان هي تاخد hundreds مئات thousands أو ألاف or even hundreds of thousands أو مئات الألاف حتى of years من السنين زي ما قلنا ممكن تاخد مئات أو ألاف أو مئات ألاف السنين العملية دي تفضل ماشية من جيل لجيل علشان يورسوا بعض الصفات وفي الآخر يحصل adaptation أو تكيف للانيمل أو للبلانت اللي احنا بنتكلم عنه في ال environment دي فهنا بيقول لنا experiment time وقت التجربة let us do an experiment خلينا نعمل تجربة to investigate علشان نتحقق how blobber كيف أن الشحوم إزاي الشحوم يعني إذآن adaptation هي شكل من أشكال التكييف that can help اللي هي ممكن تساعد polar bear polar bear الدب القطبي survive إن هو يعيش إذآي بقى البلابر أو الشحوم ممكن تساعد polar bear أو الدب القطبي إن هو يعيش طبعا الأكسبرمنت دي أصحابي experiment جميلة أوي ليها صور أنا هورها لكو دلوقتي بس هي باختصار بيقول لنا إحنا عايزين نجيب three syllable plastic bags syllable يعني قابل الغلق عايزين نجيب ثلاث أكياس بلاستيك قابلة للغلق three syllable plastic bags وعايزين نجيب كمان ice water مية فيها تلق وبعدين كمان نجيب solid vegetable fat يعني بعض الدهون النباتية الصلبة يعني شوية دهون كده سمن نباتي مثلا وده بيمثل represents blubber بيمثل الشحوم اللي إحنا هنستخدمها في التجربة وتو ترموميتر تو ترموميتر أو اتنين ترمومتر تاني حاجة بقى ال steps أو الخطوات أول حاجة بيقول لنا place your hand in an empty plastic bag حط إيدك في كيس من الأكياس الفاضية اللي موجودة معاك عندنا تلات كيس هنحط إيدنا في كيس من الأكياس تلاتة دول وبعدين بيقول لك put your hand with the empty plastic bag into the ice water for a few seconds وبعدين حط إيدك بالكيس ده جوة ال ice water اللي إحنا جايبينها يبقى أول حاجة هنحط إيدنا في كيس من الأكياس الفاضية دي وهنحط الإيد بتاعتنا بالكيس ده جوة ال ice water اللي إحنا جايبينها بيقول لنا بعد كده fill the large plastic bag with vegetable fat حط بقى في كيس من الأكياس التانية بعض الدهون النباتية اللي معانا دي حطها في جوة كيس الكبير وبعدين حط إيدك جوة كيس الفاضي التاني وحطها جوة الكيس اللي فيه الفات دي أو الدهون دي يعني يبقى عندنا كيسين كيس جوة السمن النباتي وبعدين نحط إيدنا في كيس تاني ونحطها جوة الكيس اللي هو فيه السمن النباتي دي يبقى حوالين إيدنا كيسين كيس جوة السمن النباتي أو الدهن النباتي وبعدين فيه حوالين إيدنا كيس تاني اللي هو الكيس الفاضي وبعدين بيقول لنا put your hand in the small plastic bag then place it in the large one with fat هو زي ما قلتلك بيقولك حط إيدك في كيس بقى فاضي وبعدين حط إيدك بالكيس الفاضي ده في الكيس الكبير اللي فيه الفاتس بتاعت الفيجتابل اللي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الدهون النباتية زي ما احنا شايفين قدامنا السورة هي عندنا إيد في كيس فاضي وحواليها الأيس ووتر وعندنا إيد تانية في حواليها كيسين كيس جوا البيجتابل فاتس أو الدهون النباتية وكيس حوالين إيدنا على طول اللي هو الكيس الفاضي ففي حواليها كيسين كيس جوا الدهون النباتية وبعدين الكيس اللي بيغلف إيدنا اللي هو الكيس الفاضي والإيدين الاثنين موجودين في الآيس ووتر اللي احنا قلنا عليها أو الماء المسلق زي ما احنا شايفين قدامنا بعدين بيقول لنا put your hand with the double wooled bag with fat inside the ice water for a few seconds هتحط إيدك بالكيسين اللي حواليها اللي هم قلنا عليهم من شوية في الآيس ووتر لبعض السواني بعدين replace your hands with thermometer for a few minutes to record the temperature of each هتحط طبعا الترمومتر مع كل إيد من الإيدين بتوعك في عندنا اتنين ترمومتر هنحط مع الإيد دي ترمومتر هنحط مع الإيد التانية ترمومتر علشان يقيس درجة حرارة إدينا يبقى نستخدم التو ترمومتر أو الاتنين ترمومتر اللي معنا علشان نقيس درجة حرارة إدينا في الكيس الفاضي اللي هو حواليه الإيس ووتر على طول وهنحط كمان ترمومتر مع إيدنا التانية اللي حواليها كسين كيس فيه فاتس وفيه كيس قبل منه اللي هو حواليه إدينا على طول علشان نقيس درجة حرارة الإيد دي بارده فبيقول لنا هنا record temperature then take your observation نسجل درجة الحرارة وبعدين عامل علامة صح على الملاحظات بتاعتك فطبعا empty plastic bag إحنا لما أملنا التجربة دي فعلا لما قسنا درجة الحرارة في الامتي بلاستيك باج أو الكيس الوحيد اللي كان حواليه إدينا في الآيس ووتر لقنا أن درجة الحرارة وصلت لزيرو فtemperature كانت زيرو البلاستيك باج with fat اللي هي الكيس الثاني اللي كان معه دهون كانت درجة الحرارة 19 أو 19 درجة مئوية طبعا إيدنا اللي كان حواليها دهون دي ما حسيتش بالبرد قوي زي الإيد التانية لأن هي كانت درجة الحرارة بتاعتها 19 أو 19 ديجري أو 19 درجة مئوية بيسألنا هنا وبيقول لنا your hand felt the طبعا same ولا different inside each bag طبعا different لأن في إيد كانت حاسة بالبرد قوي كانت درجة الحرارة بتاعتها زيرو أما التانية كانت درجة حرارتها 19 فإحنا حسينا بالدفرنس الاختلاف بين كل واحدة فيهم your hands felt cooler in step number إديك حسيت بالبرد في الخطوة رقم طبعا two لأن إحنا حسينا لما حطينا إيدينا بالمت plastic bag in the ice water in the ice water حسينا أن هي سقع جدا فحسينا بالبرد في الخطوة دي did the temperature measuring data support your observation هل يطرى لما إنت قست درجة الحرارة دعمت الملاحظة بتاعتك لدعمت أن إحساسك بالبرد وبالدفر في الإيدين بتوعك والاختلاف اللي بينهم طبعا yes حسينا طبعا لما قسنا درجة الحرارة بتاعت كل إيد فيهم دعمت دا وعملت support للobservation بتاعتنا أو للملاحظة بتاعتنا فأنا أعمل yes الكونكلوجين الكونكلوجين أو الاستنتاج blubber أو الشحوم الدهون يعني layers of fat طبقات من الدهون helps polar bear بتساعد الضب القطبي adopt إنه هو يتكيف to keep their body's temperature إنه يتحافظ على درجة حرارة أكسمها constant conistant سبتة سبتة يعني ما بتضيرش warm دافية يعني to survive إن هي تعيش in their extremely cold environment في البيئة البردة جدا بتاعتها in their extremely cold environment طبعا هنا بنتكلم عن البلابر لسه فبيقولك all about blubber أو كل حاجة عن الشحوم today we did a marvelous experiment a marvelous experiment يعني تجربة رائعة to investigate علشان نتحقق من how blubber is they الشحوم is an adaptation هي شكل من الأشكال التكيف that can help اللي هي ممكن تساعد polar bears الدببة القطبية to survive إن هي تعيش in polar regions في المناطق القطبية our teacher المعلم بتاعنا explained شرح that the blubber is a thick fatty layer هي طبقة سميكة من الدهون with many blood vessels مع كتير جدا من الأوعيات الدوموية مشي جواها which acts as an insulting material اللي هي بتعمل كأنها مادة عازلة that prevents اللي هي بتمنع the loss of heat فقدان الحرارة from their bodies من أجسامهم to the surrounding environment للبيئة المحيطة لأن طبعا الدرجة الحرارة بتتنقل من الأجسام الدافية للأجسام البردة أو من الجسم الدافي للبيئة اللي حواليه لو هي بيئة بردة فطبعا البلابر دي بتعمل كمادة عزلة بتعزل بتمنع فقدان الحرارة من أجسامهم لل surrounding environment أو للبيئة المحيطة بتاعتهم and keeps وبتحفظ their body's temperature constant وبتحفظ درجة حرارة الجسمهم ثابته the same ذي ما هي and we also learned وإحنا كمان تعلمنا that polar bears أن الدبابة القطبية have thick white fur عندها فارو سميك وأبيض to keep them warm علشان تحافظ على جسمهم دافي and they're called arctic homes في البيوت بتاعتهم البردة and also وبتساعد and also helps them وبتساعدهم أيضا to blend إن هما يختلطوا with the snow مع التلج وش واضحين وسط التلج لما يبقى لون الفرو بتاعهم أبيض وهم البيئة حواليهم كلها تلج فمش هيبقو واضحين لأي حد عايزي يستطادهم أو يأذيهم they sneak up on their praise sneak up يعني يتسلل on their praise ليحصلوا على الفرائز بتاعتهم يتسللوا كده وسط التلج وتعرضوا الفرائز بتاعتهم بسهولة learning about polar bears التعلم عن الدبابة القطبية was really interesting was really interesting كان فعلا شيق جدا أما lesson 7 يا أصحابي فهو اسمه can you see me هل تستطيع أن تراني ولسه بنتكلم عن الادابتاشن وده شكل تاني من أشكال الادابتاشن أو التكيف إزاي الكائنات ممكن تعمل تكيف بشكل محدش يشوفها في الانفيرومنت اللي هي عايشة فيها فهنا عنوان اللي سندي can you see me هل تستطيع أن تراني we learned that من أشكال من أشكال من أشكال من أشكال يعني التمويه which is a phenomenon phenomenon يعني ظاهرة ظاهرة phenomenon phenomenon يعني ظاهرة of blending من الاختلاط أنه هم متلغبطين كده مختلطين into the environment للبيئة اللي هم موجودين فيها through the use عن طريق أنه هم يستخدموا of colors الألوان and patterns والأنماط يبقى لون جسمهم شكل نفس اللون بتاع البيئة بتاعتهم اللي حواليهم حتى نمط الألوان اللي موجودة على جسمهم نفس نمط الألوان في البيئة اللي حواليهم ده اسمه camuflagging camuflagging أو التمويه فبيقوليني هنا يا إصحابي in 1880 أو سنة 1880 peppered mouth existed in both light and dark colors peppered mouth ده نوع من أنواع الفراشات كده اسمه العث المرقت existed موجود in both light and dark colors في اللونين الأبيض والأسود but most of them لكن أغلبهم were light colored كان متلون باللون الفاتح اللون الأبيض the dark colored الألوان الغمأ peppered mouthes للألاث المرقت were easily attacked كان بتتحاكم بسهولة كان بيبقى واضح للحكائنات اللي بتاكله اللي هاي الpreadiators فكان اللي هو لونه غامئ ده كان easily attacked by preadiators بيتهاجم بسهولة بالمفترسات بتاعته more than the light colored peppered peppered mouthes أكتر من اللي هو كان لونه الوان فتحة this is because ده لأن dark colored peppered mouthes ده لأن العصة المرقت بالألوان الغمئة were easily seen كان ممكن يشوفوه بسهولة on the light colored bark of trees على جزوء الأشجار اللي كان لونها فاتح فكان بيبقى لونها واضح جدا على الأشجار اللي لونها فاتح كان بيبقى واضح جدا عليها لأن هو لونه غامئ after the environmental change بعد تغير البيئة that happened اللي حصل بعد كده due to human activities بسبب أنشطة الإنسان burning cool بعد ما هو طبعا الإنسان استخدم الفحم وقدر يحرقه وطلعه طبعا من البيئة واستخدمه في إنتاج الطاقة causing dark deposits تسبب بعض الترقمات to stick to the park اللي بدأت تبقى لزقى على جزوء of the trees الأشجار light peppered mouth العث المرقط اللون أبيض started to be seen بدأ أنه بظاهر and easily braid on وبدأ ويتغز عليه بسهولة طبعا ده بيوضح لنا أن اللون بتاع الأث المرقط أو peppered mouth كان بيساعدها نهية survive لما كان الإنسان لسه ما استخرج الكول من البيئة وقدر يستخدم الفحم علشان ينتج الطاقة كان bark of trees أو الجزوء الأشجار لون فاتح فكان بيساعدها النهية بماستخبية اللي هي light color وكانت اللونها غامق كانت بتتاكل بسهولة بعدما الإنسان استخدم الفحم وبدأ يحرقه علشان ينتج الطاقة بدأ جزوء الأشجار يبقى لونها غامق شوية لأن جزوء الأشجار بدأ يتراكم عليها بعض التلووس اللونه غامق فال light color peppered mouth دي بدأ تبقى بين أو تبقى واضحة قدام ال احنا بنتكلم برضو عن adaptation أو عن التكيف واذا بقى البيكس بتاعت الطيور أو المناقير بتاعت الطيور بتساعدها ان هي تعيش بشكل أحسن في الانفيرومنت بتاعتها فعندنا هنا بيكلمنا عن البيكس أو المناقير بيقول لنا عندنا أنواع مختلفة من البيكس بتساعد طبعا البيرد أو الطيور ان هي تعيش عندها أنواع كتيرة جدا مختلفة من المناقير فبيقول لنا هنا الاكتيفتي بتاعتنا انظر على الصور وتعلم عن أنواع المناقير أول حاجة في عندنا حاجة اسمها المنقار الملعقة المنقار الملعقة ده زي ما احنا شايفين قدامنا منقار بيبقى شكله عامل كده بيساعد البيرد على انه يستعد الفريسة بتاعته أو الأكل بتاعه they look like spoons وهو منظرهم شكل الملعقة زي ما انت شايف قدامك حتى المنقار من قدامه هو البيك بتاعه عامل زي الملعقة بتاعت الأكل اللي احنا بنستخدم ها وناكل بيها في كمان نوع اسمه scissors beak scissors beak أو المنقار المقص they look like scissors شكله عامل زي المقص زي ما احنا شايف قدامنا ادي البروت او البغبان المنقار بتاعه بص عامل زي عامل زي ما يكون scissors فعلا او مقص شكله من قدامه في كمان نوع اسمه twizzers beak twizzers beak أو المنقار الملقاط عامل زي الملقاط they look like twizzers twizzers او العامل زي الملقاط زي ما احنا شايف قدامنا في الصور اللي قدامنا ده twizzers beak او المنقار الملقاط في كمان نوع اسمه clothpin beak clothpin beak clothpin اللي هو المشبك بتاع الملابس اللي احنا بنستخدمه بعد ما نخسل هدومنا clothpin beak اللي هو المنقار المشبك they look like clothpin clothpin او المشبك بتاع الملابس طبعا ده بيساعد ان هو يمسك الاكل بتاع والحشرات اللي بيأكلها بشكل افضل فطبعا كل نوع من انواع البيكس دي او المنقير دي بتساعد كل نوع من انواع البيردز دي في النهية تقدر تاخد الاكل بتاعها من الانفيرومنت اللي هي بكده نكون انهينا lesson 8 وانهينا معي شرح chapter 1 وانهينا درس النهاردة اتمنى تكون استفادت من الدرس لو عجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي 10001 استفادوا او 1000 like تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله الدروس اللي جاية هتنزل على طول هنشرح chapter 2 chapter 3 على طول علشان نخلص المنهج اتمنى انت تكون استفادت وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته